بما أننا بقى تكلمنا على الأنشطة دي عن استقافة والأنشطة خليني نتكلم عن فصل الصيف واللي فيه أنشطة تانية مختلفة يعني المصيف والاستمتاع والاستجمال فتعالوا مبعدة بقى دهب عشان نتعرف على مدربة الغطس كاتي ظريف اللي بتعمل حاجة لطيفة قوي أحمد إيه؟ يمكن كاتي كانت بتاخد السياح لتدربهم على الغطس والغطسات اللي بتاخدوها تحديدا بتنفذها مش الصبح بدري ولا حتى قبل المغرب غطساتها بتكون بالليل وأعتقد ده بيكون لي أجواء مختلفة رعب وأجواء مختلفة يعني مش هنتكلم في تفاصيل كتيرة قوي عن تعالوا شوف كاتي يعني بتعمل إيه بالضبط مع الغطسين أو زملائها اللي بتاخدهم في هذه الجولة خلينا هي مانعة تليفون دلوقتي الأول بس خلينا نسألها عشان أنا بالنسباني غطس تحت الميا بالليل ده حاجة يعني أنا أنا بشوفها مرعبة صباح الخير عليك يا كاتي صباح الخير عليك أنت كاتي ولا كاتي في الأول عايزة أعرف عايزة عند يقولولي كاتي أو كاتي طب وليلي إحكاية الغطس تحت الميا بالليل ده هل في يعني ناس عندها بجد قلب تعمل كده يعني أنك تنزلي بالليل وتعليم يوم الغطس أه جداً دي متعة تانية خالص بس هي بيبقى لفل معين لازم انك توصلي له في الكرسات علشان تقدري ان انك تنزلي الغطس الليل والصبح يعني ليه في متعة بالليل أكتر بالنسبة لك يعني هو بالنسبة لنا كل عشي جير بالليل على ضوء الأمر أو الكشف كتي يمكن كل ده بيبقى حاجة جميلة جداً حاجة جميلة كتي يعني بعد الصباح الخير الأول وطبعاً انت عاملة مجهود يعني كبير وعظيم ويمكن احنا بنتبع دلوقتي فيديوهاتك على الشاشة الغطس الليلي والموضوع شكله مرعب يعني زي ما بتقول بس فعلاً الموضوع يعني اللي أنا نازل في حاجة عتمة مفيش غردوء الكشف بس اللي أنا أقولي انت لابسها في الخوزة أعتقد الموضوع في نوع من أنواع الساسبينس كده أو الإثارة اللي موجودة برضه يعني لا خالص ده الموضوع مضع جداً أنا بقيت دلوقتي ساعة أوقات كتيرة بنزل بالندفل الترش كمان تحت كمان طيب الغطس بالليل محتاج تدريبات بدنية مختلفة ولا الموضوع ده عاوز قلب جامد وخلاص ولا قلب جامد ولا أي حاجة خالص هو محتاج دواس من انت توصل لليفل معين في الكورسات وبتنزل تاخد الغطس الليلي مش اي حد يعني مش اي لفل يقدر يأكل اللي هو ده اللي هو اي بقى اللي هو مثلاً اللي هو الأولاني بتاع الأوبين ووتور ده ما بيقدرش ينزل الغطس اللي هو في كم مستوى أصلاً يا كاتي في كتير عند مستوى كام قادر انزل عند المستوى الثاني انت بتقدر تنزل وده قادر اكتازه خلال فترة قد ايه اول كورسي بيبقى ثلاثة ايام تاني كورسي بيدخل في يومين او ثلاثة ايام يعني اسبوع واتكل على الله واجرب المغامرة طيب كاتي انت بتختصي على عمق الدئيف بالليل انا اخر اخر اللي هي يعني في الغطس المفروض ان انا اوصله اربعين متر اوكي طيب هل ممكن لو المفروض ان انا هاختص بعد يعني بعد اربعين متر المفروض ان انا هاخد كورسات مختلفة تانية اسمها تكنيكا اوكي اي الفرق بقى التكنيكا اللي بتعملي في ايه ده من بعد الاربعين لكن انا من اول الديكسي الاوليني حد اربعين طيب كاتي بوسي عايزة بقى اسألك السؤال دايما بشوف الناس اللي بيروحوا دهب وعندهم كان عندهم حياة معينة قرروا انهم يبعدوا عنها شوية ويتجهوا ليه نوع حياة مختلفة تماما احكي لي انت كنت بتعملي ايه ويلي خلكي تتجه انك تبقي مدربة غطس ليلية انا خلصت كلية سنة الفين واثنين كنت فاندهسة كومبيوتور ساينت وقررت حيث فجأاتها من ده ناجي ده ما كانش حد كتير لسه كان باسا عنها يعني كانت مغامرة ليه في الاول ان انا اساسي اقرر ان انا استقرر في حيثة الواحدة ولا كان بقى عندي مشاكل وعايزة ابعد عنها ولحاجة لقد انا جيد بدأت حياة جديدة كنت عايزة استقرر في حياة جديدة في بلد جديد هو الموضوع مش مشاكل بس انت اللي انا توصده فكرة انه هو انت خريجة كومبيوتور ساينتز زي ما بتقولي وقررت اللي انت تتجهي لاتجاه اخر بعيدا عن سنين الدراسة اللي انت درستيها وقررت اللي انت تبدأي حياة جديدة زي ما بتقولي طيب هو انا في الاول لما جيت ما كنتش قررت موضوع الغاصة انا كنت شغالة انا اصلا بلعب رياضة بالزمان فكان عزبني جدا موضوع الانترتيمن اللي هو الانيميشن على الحال بيعملوا ايروبكس وستريتشنج واكواجم ويوجا والكلام ده ده كان مناسب لي جدا لان انا من زمان بلعب رياضة فكنت اشتغلت مع الشركة الزالية سبع سنين لحد ما وصلت للشيف انيميشن طيب كده احنا عارفينه كده يعني من خلال معلوماتنا اللي انت متعددة المواهب مش بس غطس بتعملي ايه؟ حسنا حصل بعد ما خلصت الانيميشن اتجهت للغلس اخذت اول كورس وفي اول كورس انا مدربي قال لي على فكرة كمية يعني انا كنت حابة ان اكمل وهو كمان صراحة شجاني جدا قال لي على فكرة انت هتبي مدربة قوية يعني انت كويفة تحت المياه حلوة كيتي يعني احنا بنشكرك وحلوة قوي انت بتعمليه مختلف في الحقيقة وموسطين ان احنا كان معينا النهاردة حاجة مختلفة في الحلقة بتاعتنا وتعرفنا على حاجة مختلفة وانه فيه ممكن انواع تانية من الاسماك المختلفة اللي بتظهر بالليل فمن هنا بيجي عشق الغطس بالليل لغطسين الليل شكرا لكي كيتي زاريف مدربة الغطس